السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة ازايكو يا اصحابي النهاردة بنكمل مع بعض شرح منهك تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للصف الرابع الابتدائي تيرم الاول ونهاردة هنكمل الشرح مع بعض ونشرح جزء كبير مع بعض وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه ويلا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم كنا انهينا المرات اللي فاتت شرح الدرس الاول والتاني والتالت والرابع كمان لحد ما عرفنا المكونات الخاصة بجهاز الكمبيوتر والبرامج الموجودة عليه هنخلص المحور الاول ونحل مع بعض اسئلة كتير عايزين نكون مركزين مع بعض وخلينا متأكدين ان المنهج ده منهج جميل بيساعدنا ان احنا نعرف معلومات جديدة وامرنا ما كنا هنعرفها لوحدين فالدرس الخامس عندنا دعم الاشخاص زاوي الهمم يعني ايه دعم الاشخاص زاوي الهمم؟ دعم الاشخاص اللي عندهم اعاقة من الاعاقات يعني شخص مثلا عنده اعاقة معينة الاعاقة دي بتخليه ما يقدرش يعيش حياة بشكل عادي مثلا واحد مثلا عنده ايد من ايديه مش موجودة عنده رجل من رجليه مش موجودة عنده مشكلة مثلا في السامع او في البصر عنده مشكلة معينة دي اسمها اعاقة المشكلة دي بتخليه ما يقدرش يعيش حياة عادية زي الناس العادية دول الاشخاص زاوي الهمم اللي هم عايزين يعيشوا بشكل عادي بس عندهم إعاقة معينة بتخليهم أنهم ما معرفوش يعيش بشكل ده فإزاي التكنولوجيا بتدعم الأشخاص دي وبتسهل حياتهم فبيقولنا هنا التكنولوجيا المساعدة اللي هي التكنولوجيا اللي احنا بنقول عليها بتساعد الأشخاص دي هي الأجهزة أو الأدوات التكنولوجية التي تساعد الأشخاص زوي الهمم في أعمال يجدون صعوبة في القيام بها زي ما قلنا شخص عنده إعاقة معينة التكنولوجيا بتسهل عليه حياته وبتخلي الإعاقة دي ما تأثرش على حياته بشكل كبير وزي ما احنا شايفين في الصورة الصغيرة دي لو حد مثلا عنده مشكلة في رجل من رجليه مش موجودة التكنولوجيا ممكن تعمله أدام الأدوات تسهل عليه الحركة عنده شخص تاني عنده مشكلة في إيد من إيديه التكنولوجيا ممكن تعمله رعا من الأزرع الصناعية اللي ممكن تسهل عليه حياته شخص ما بيشوفش مثلا أو ما بيسمعش التكنولوجيا ممكن تعمله أداة تساعده في الحياة بتاعته ونعرف ده بشكل أكبر دلوقتي فعندنا مثلا بعض الأمثلة أول حاجة المستكشف ألبرت لين اللي احنا تكلمنا عنه المرة اللي فاتت كان عنده مشكلة في رجلي من رجليه لتنين فالتكنولوجيا ساعدته وبقى عنده صاق صناعية صاق إصطناعية يعني ايه صاق إصطناعية؟ صاق زي ما احنا شايفين كده في الصورة بتساعده على الاستمرار في استكشاف المدن القديمة كما اعتاد أن يفعل ما خلتش المشكلة بتاعة الصاق بتاعته دي تبقى عقبة في حياته وإذا يكمل عملية الاستكشاف اللي هو بيحبها بشكل عادي خالص عن طريق الصاق الإصطناعية دي وبقى بيكمل استكشافاته بشكل عادي هنا بيقول لنا ملحوظة تمكن ألبرت لين من تسلق الجبال والغوص إلى أعماق البحار والمشي لمسافات طويلة خلال القيام بعمله بكل سهولة يعني ألبرت لين بسبب أنه كان عنده الإصاق الإصطناعية دي قدر يعمل كل الحاجات دي بكل سهولة أنه يتسلق الجبال ويغوص في أعماق البحار ويمشي لمسافات طويلة خلال أعمالية الاستكشافات بتاعته دي وكان بيعمل كل الأعمال دي بمنتهى لسهولة مثال آخر كان فيه طبعا عالم من علماء الفيزياء مشهور جدا اسمه ستيفن هوكينج ستيفن هوكينج ده عالم من علماء الفيزياء الناس اللي بتدرس الكون والطبيعة حوالينا وبتعرفنا الخصائص بتاعة الكون حوالينا دي اسمها علم الفيزياء ستيفن هوكينج ده عالم من علماء الفيزياء دي وكان عالم مشهور جدا ما كانش بيقدر يتكلم كان عنده مشكلة وإعاقة بتخليه لا يستطيع التحدث وكان يستخدم التكنولوجيا المساعدة اللي هي الأدوات التكنولوجية دي من أجل التواصل مع الآخرين من أجل التواصل مع الآخرين كانت التكنولوجيا بتساعده أنه هو يتواصل مع الآخرين عن طريق استخدام بعض الأدوات التكنولوجية فكان بيتواصل مع الآخرين باستخدام نظام كمبيوتر موجود بالكرسي المتحرك الخاص به بينظر على الشاشة بتاعة العرض اللي قدامه وبيشوف عليها بعض الكلمات كان بيضغط على المفتاح اللي موجود في ايده وبذلك بيختار الكلمات اللي هو عايز يقولها اللي يحتاج ان هو يقلفها الجملة وبعدين الجملة اول ما بتكتمل الكمبيوتر بيرسلها الى مركب الكلمات اللي هو جهاز كده بيخلي الكلمات تتنطق بشكل عادي مركب الكلمات ده بيحول الكلمات اللي هو رتبها في شكل جملة لصوت اصطناعي ليتمكن الاخرون من سماع ما يريد قوله يعني كان بيرتب الكلمات عن طريق ان هو يختار كلمات من الشاشة اللي قدامه وبعدين يرتب جملة بعدين مؤلف الكلمات ده بعد ما يقلف الجملة مركب الكلام ده بيحول الجملة اللي هو قالها لصوت اصطناعي علشان الناس التانية تقدر تسمع وتفهم هو بيقول ايه امثلة لادوات واجهزة تكنولوجية مساعدة تانية مثلا عندنا برامج تكبير الشاشة زي اللي موجودة على التليفون وعلى التابليت بتاعنا بتقوم البرامج دي بتكبير كل شيء على شاشة الكمبيوتر كالكلمات والصور وبتطيح بالتالي للاشخاص اللي بيعندهم ضعف بصر التفاعل مع جهاز الكمبيوتر بشكل اسهل سماعات الاوزن تساعد السماعات الاوزن الاشخاص اللي عندهم مشكلة في السمع واصبح اليوم في الامكان توصيل بعض هذه السماعات الحديثة التراز بالتليفون المحمول كمان وتضم تطبيقات خاصة للهواتف الزكية سماعات بتاعة ضعف السمع برمجيات التواصل البديلة تساعد هذه البرمجيات الاشخاص زوي الهمم على التواصل الشفهي واللغوي مع الاخرين فهناك برمجيات خاصة بجهاز الكمبيوتر قادرة على تحويل نص مكتوب الى حديث والعكس يعني مثلا حد زي ستيفن هوكينغ ده كان عنده مشكلة مثلا معينة المشكلة دي بتخليه ما يقدرش ينطق الكلام بشكل سليم ممكن يختار الكلمات اللي هو عايز يختارها ويكون جملة زي ما قلنا على الموبايل او على التابلت او على الكمبيوتر وبالتالي يحولها لنص مكتوب وبعدين الكمبيوتر ينطقها له او لو هو عنده مشكلة مثلا في السمع وما بيسمعش كويس وفي حد بيكلمه ممكن ينزل تطبيق تاني على الكمبيوتر او على الموبايل او على التابلت التطبيق ده ياخد الكلام اللي بيتقال من الشخص التاني ده ويحوله له في شكل مكتوب فبالتالي هو يقدر يقراه ويفهم الشخص التاني ده بيقوله ايه دي اسمها برمجيات التواصل البديلة اللي بتاهل علينا ان احنا نتواصل مع بعض بشكل اسهل طبعا في الادوات الرياضية الادوات الرياضية دي زي ما احنا شايفين الاساق الصناعية دي الادوات الرياضية دي بتسمح للاشخاص ذوي الهمم والهوى الذين فقدوا احد اطرافهم بتسلق الجبال بالتالي يمكن للتكنولوجيا المساعدة ان تساعد في القيام بالانشطة العادية والاستثنائية كمان هناك الكثير من الادوات الاخرى التي يمكنك البحث عنها مثل طابات كرة القدم التي تصدر صوتا او الدرجات الهوائية ثلاثية العجلات التي تعمل باليد فيه انواع كتير او من الادوات الرياضية اللي بتساعد الاشخاص ذوي الهمم زي ما قلنا من شوية الدرس السادس تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المشكلات الشائعة والحلول عايزكم ما تقلقوش خالص احنا بعد ما ناخد المحور الاول هنحل بعض الاسئلة على المحور الاول بالكامل وبالتالي مش هيقابلنا اي مشكلة ان شاء الله فيه هنا الدرس ده بيوضح لنا ان في بعض المشكلات ممكن تقابلنا في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ويه بيقول لنا المشاكل دي المشاكل الشائعة اللي هي بتحصل بشكل كبير والحلول بتاعتها جمان قد تواجهنا بعض المشكلات التكنولوجية اثناء استخدام الكمبيوتر ونستعرض فيما يلي اكثر المشكلات شيوع مع الحلول المناسبة لها فمثلا وانت بتستخدم جهاز الكمبيوتر ممكن يحصل توقف عن عرض البيانات والمعلومات دي طبعا مشكلة بتخلي الويندوز بيحصل له حاجة بنقول عليها بالانجليزي اي كده او باللغة الشائعة او الدارجة الكمبيوتر هنج الكمبيوتر علق الشاشة سبتت قدامك ومش عايزة تتغير وطبعا المشكلة دي بتقابل بعض الاشخاص في الحالة دي بيقول لنا علشان تحل المشكلة دي بتضغط على بعض الازرار اسمهم Alt و Control و Delete Alt و Control و Delete دول موجودين في لوحة المفاتيح بتضغط عليهم هم التلاتة مع بعض لمدة كصيرة وبعدين هتلاقي الشاشة راحت فتحة وهتلاقي الكمبيوتر اما عمل ريستارت او قفل وفتح لوحده اما هتلاقي الشاشة اشتغلت بشكل عادي بعد كده لو ما حصلش اي حاجة من الحاجات دي والكمبيوتر فضل معلق كده وتوقفت الشاشة عن عرض البيانات والمعلومات بيقول لك ممكن تعمل حل تاني خالص وتقوم باطفاء الجهاز واعادة تشغيله المشكلة التانية بيقول لك عدم التمكن من الكتابة باستخدام لوحة المفاتيح يعني مثلا لو انت بتحاول تكتب على شاشة الكمبيوتر بتكتب مثلا على برنامج زي برنامج الورد او هيرو وفجأة كده اللوحة بتاعت المفاتيح انت بتضغط عليها وما بتكتبش في الحالة دي هتعمل ايه؟ بيقول لك دي مشكلة بتقابل بعض الاشخاص الحلول بتاعتها ايه؟ الحلول بتاعتها بيقول لك اول حاجة تتأكد ان الكابل بتاع لوحة المفاتيح دي متوصل في المكان المناسب ليه في الكيسة او في اللوحة الام الموجودة في الكمبيوتر اول حاجة نتأكد ان الكابل متوصل بشكل سليم تاني حاجة يفضل اعادة تشغيل الجهاز بعد ذلك لو انت كان الكابل ده مش متوصل ووصلته بيفضل ان انت تعمل اعادة تشغيل الكمبيوتر تالت حاجة اذا لم ينجح ذلك الحل قد تحتاج الى استبدال لوحة المفاتيح يعني لو كان الكابل متوصل ولوحة المفاتيح بتضغط عليها ما بتكتبش يبقى بالتالي احنا هنا عندنا مشكلة في لوحة المفاتيح نفسها فغالبا هنحتاج ان احنا نستبدل لوحة المفاتيح دي ونجيب لوحة جديدة بيقول لنا كمان في مشكلة تالتة مثلا اللي هي عدم التمكن من فتح تطبيق ما تيجي تفتح تطبيق يعني او برنامج معين على الجهاز بتاع الكمبيوتر بتاعك وتلاقيه ما بيفتحش بيقول لك الحلول المحتملة لنظام الويندوز بيقول لك اول حاجة اعادة تشغيل الجهاز ومحاولة فتح التطبيق من جديد نعمل ريستارت نقفل الكمبيوتر ونفتحه تاني ونحاول نفتح التطبيق ده بتهيقلي هيفتح بشكل عادي طب لو ما نجحش الحل ده بنعمل ايه بنقوم بتحديث للبرمجيات بنحدث البرامج بنشوف البرنامج ده متحدث ولا لا لو هو مش متحدث نحدثه علشان خاطر يشتغل بشكل عادي طب لو ما اشتغلش بعد ما حاولنا نعمل تحديث للبرمجيات ونحدث البرنامج ده اخر حاجة مقترحة بالنسبة لنا ان احنا نمسح البرنامج ده خالص او نمسح التطبيق ده خالص وبعدين نعيد تثبيته مرة تانية فبالتالي لو كان فيه مشكلة فيه من اول مرة ما يتثبيته مرة تانية بشكل سليم وكامل هيشتغل معاك بشكل عادي المشكلة الرابعة اللي ممكن تقابلك وانت بتستخدم جهاز الكمبيوتر ان مؤشر الفارة ما بيتحركش المؤشر بتاع الماوث لما بتيجي تحركه ما بيتحركش على الشاشة هنعمل ليه في المشكلة دي في حالة الويندوز اول حاجة بنتأكد من توصيل كابل الفارة يعني بنحاول نتأكد ان الماوث نفسه متوصل بالكمبيوتر نتأكد ان من توصيل كابل فارة التحكم في مكان المناسب المتصل باللوحة الام يبقى اول حاجة نتأكد ان الماوس او الفارة الماوس او الفارة متوصل بالكمبيوتر بشكل سليم تاني حاجة يفضل اعادة تشغيل الكمبيوتر بعد ذلك اولا لو كان الفارة او الماوس مش متوصل بالكمبيوتر واحنا وصلناه بيفضل ان احنا نعمل restart او نشغل الكمبيوتر من اول وجديد طب لو عملنا كده والماوس او الفارة لسه المؤشر بتا denkt ما بيتحركش ومش شغالها يفضل في الحالة دي ان احنا نستبدل الفارة او الماوس بفارع تانية او بماوس تاني علشان خاطر ممكن يكون الماوس اللي عندنا بايز او فيه مشكلة فيه فبالتالي نستبدل الفارع باخرى طب خامس مشكلة واخر مشكلة معانا في الدرس ده لو انت بتدور على ملف معين على الكمبيوتر ومش عارف توصل له بنعمل ليه في الحالة دي اول حاجة بيقولك في حالة طبعا ان احنا عندنا الكمبيوتر وعليه نظام الويندوز بنبحث فيه مجلد التنزيلات او الداونلودز بنشوف المجلد بتاع التنزيلات او الداونلودز لو انت نزلت الملف ده من على الانترنت فبتشوفه اول حاجة فيه ملف التنزيلات او الداونلودز طب لو انت دورت عليه ومش لقيه مثلا بتعمل ايه بتشوفه لو هو ملف مكتوب لو هو ملف فايل او مكتوب لو هو ملف مكتوب او ملف وورد يعني بتشوف المايكروسوفت وورد ابحث فيه مجلد المستندات او الدوكومنت طب لو هو مش ملف وورد او مش ملف مكتوب بندور عليه في مجلد الصور البيكيتشيرز طب لو بعد كل ده ما لقيناهوش بنحاول نبحث بسندوق البحث سيرش بوكس اللي هو موجود في الويندوز هتشوف سيرش كده موجود في الويندوز هتكتب فيه اسم الملف اللي انت بتدور عليه وهتلاقيه طبعا بسهولة في الكمبيوتر لو هو موجود فعلا بالنسبة للدرس السابع وهو جمع البيانات وتحليلها والتعبير عنها في رسوم بيانية احنا طبعا خدنا الرسوم البيانية في الحساب وفي الماث عندنا كمان واخدناها كمان في منهج الكنيكت والكنيكت بلس والديسكوفر او منهج اكتشف باللغة العربية فرسوم البيانية احنا عارفينها بسهولة جدا واخدناها في كل المناهج وطبعا عارفين ازاي بنجمع البيانات لو احنا في الكلاسروم او في الفصل يعني والطلب مننا ان احنا نجمع البيانات الخاصة مثلا بالفاكهة المفضلة فكل واحد قال اسم الفاكهة بتاعته وبعدين بنجمع البيانات دي فبنقول مثلا ان فاكهة التين بيحبها عشر اسخاص فاكهة الانب بيحبها اتناشر شخص فاكهة التفاح بيحبها خمستاشر شخص هنا عدرفنا نجمع البيانات وبعدين قدرنا نجمع كل نوع من انواع البيانات دي لوحده ونقدر نعملها كمان في شكل رسوم بيانية فبالتالي الموضوع دي احنا عارفينه كويس هنا بيقول لنا بقى ازاي التكنولوجيا بتساعدنا في حاجة زي كده فبيقول لنا جمع البيانات هو جمع كل البيانات المتاحة حول موضوع معين من المصادر المختلفة الرقمية او الورقية طيب بعد مصادر البيانات الكتب السجلات والتقارير استطلاعات الرأي اللي احنا قلنا عليها اللي هو استطلاع الرأي اللي عملنا في الكراسروم التجارب كل دي حاجات بيبقى يكون فيها موجود بيانات معينة نقدر ناخد البيانات دي وبعدين نحطها في شكل رسوم بيانية زي ما قلنا من شوية بيقول لك بس المهم ان انت تتأكد ان البيانات الموجودة والمعلومات دي صحيحة تتأكد من صحة المعلومات اللي انت بتجمعها ومن دقتها لازم تستخدم مصادر موثوقة مش اي حد يقول لك اي معلومة على الانترنت مثلا تاخدها على انها مصدر موثوق فيه مصادر غير موثوقة فتتأكد ان انت مصدر المعلومات بتاعك مصدر موثوق مش اي حد يقول لنا اي حاجة لأن في بعض المواقع المضللة اللي بتدينا معلومات غلط وتخلينا معلومات غلط وتخلينا مضللين مش عارفين الحقيقة فلازم يكون عندنا المصدر بتاعنا مصدر موصوق بتاع المعلومات اللي احنا بنجمعها بعدين بعد ما نجمع البيانات دي بنعمل حاجة اسمها تحليل البيانات وهي عملية مراجعة للبيانات اللي احنا جمعناها زي ما قلنا بعد ما عرفنا في الكلاسروم كل واحد بيحب فاكها ايه بناخد البيانات دي ونجمعها اللي هي عملية تحليل البيانات ونرتبها بشكل منظم بعد ما جمعناها علشان نقدر بعد كده نعمل لها تمثيل في شكل بياني هنا ده اسمه تحليل البيانات فبيقولك تحليل البيانات هي عملية مراجعة وتنظيم للبيانات اللي احنا جمعناها وشرح معانيها كمان لو لها معاني لو في حاجات عايزة تتفسر نشرح المعاني بتاعتها بيقولك ايه فايدة عملية جمع البيانات وتحليلها بيقول لنا هنا تفيد في اكتشاف ما حدث في الماضي وما قد يحدث في المستقبل وبالتالي تساعد في اتخاذ القرار فيما يجب فعله يعني مثلا احنا لو عندنا بيانات جمعينها في الماضي وبيانات جمعينها في الحاضر لما نقارن البيانات بتاعت الحاضر او الوقت اللي احنا فيه ده بالبيانات بتاعت الماضي نشوف نسبة التغير اللي حصلت قد ايه وبالتالي ممكن نتنبئ كمان في المستقبل هيحصل ايه وتساعدنا على اتخاذ قرار بشكل سليم فهنا بيقول لك عند تجميع كم هائل من البيانات من الأفضل أن تستخرج منها الأنماط المتكررة لتتمكن من تحليلها زي ما قلنا بيبقى في حاجات بتتكرر في الماضي وفي الحاضر فبالتالي لما ناخد الأنماط دي وندرسها نقدر نتنبئ المستقبل هيحصل فيه إيه وده بيحصل بالزبط مع الناس اللي هي بتدرس التقص والمناخ لما يجوا يقول لك بكرة مثلا درجة الحرارة هتكون بشكل معين أو ممكن المطرة تمتر بكرة أو ممكن الرياح تهب بكرة بشكل معين ده بيكون بناء على بيانات عندهم من الماضي وبيانات من الحاضر بيانات هائلة وكبيرة جدا فبيقدروا عن طريق الأنماط المتكررة أنهم يتنبئوا المستقبل هيحصل فيه إيه وبالتالي يقول لك ممكن بكرة هيحصل كذا أو مش هيحصل كذا طبعا الرسم البياني زي ما اتفقنا مع بعض بعد الانتهاء من تحليل البيانات والمعلومات الرسم البياني هو طريقة عرض البيانات دي بقى والمقارنة بينهم بوضوح النوع الأكثر شيوعا هو الرسم البياني العمودي اللي هو الرسم البياني بالأعمدة اللي هو ده مثلا زي ما قلنا لو انت عندك في الكلاسروم أو في حجرة الفصل 14 زميل من زميلك وانت سألتهم عن الأجهزة بتاعتهم المفضلة وكانت المعلومات اللي انت حللتها كالتالي سبعة منهم أجابوا بأن الجهاز المفضل بنسبة لهم هو الهاتف الزكي خمسة منهم قالوا ان الجهاز المفضل بنسبة لهم هو الكمبيوتر المحمول اللي هو اللابتوب واثنين منهم أجابوا ان الجهاز المفضل هو الجهاز اللوحي أو التابلت فلما احنا حللنا البيانات دي وبعدين عملنا لها تمثيل على شكل البياني أو الرسم البياني بالأعمدة هنرى الهاتف الزكي أعلى حاجة بعدين الكمبيوتر المحمول أو اللابتوب بعدين آخر حاجة الجهاز اللوحي أو التابلت وبالتالي الرسم البياني سهل علينا ان احنا نقارن بين المعلومات بشكل سريع جدا انت مجرد ان انت تبص في الرسم البياني هتعرف كل المعلومات اللي انت عايزها غير ما تقرأ تقارير كتير وتعد تسمع بيانات كتير وهي دي فايدة الرسم البياني بيبسط المعلومات وبيجمعها على طول في شكل واحد وفي نفس الوقت بيديلك فرصة ان انت تقارنها مع بعض في وقت قصير جدا وآخر درس عندنا اللي هو الدرس الثامن في المحور الاول طبعا ده آخر درس اسمه أعداد التقارير لنتائج البحث أعداد التقارير لنتائج البحث طبعا لو انت مثلا بتعمل بحث معين وبعد ما عملت البحث ده مثلا انت عندك مثلا بتبحث عن معلومات أسرية معينة او عن زي مثلا البرت لين اللي احنا كنا بنتكلم عنه في أول المنهج عملت استكشاف معين وعايز تعمله حاجة اسمها تقرير تقرير تقول انت بحثت ازاي وبعدين توصلت لنتائج عاملة ازاي ده اسمه تقرير احنا بقى التقارير دي اعدادها بيكون عن طريق استخدام الأدوات التكنولوجية أسهل بكتير عكس الزمان فبيقولك هنا مثلا يعلن الباحثون مثل علماء الأصار عن المعلومات التي تم التوصل إليها اللي هي التقارير لنتائج الأبحاث بالطرق مختلفة فيه طرق بقى مختلفة بيعملوا بيها التقارير دي اول حاجة مثلا المدونات الرقمية لو هما مثلا عندهم صفحة على الانترنت او مدونة معينة بيكتبوا التقرير بتاعهم ده عليها وبالتالي وكمان بيحطوا صور وفيديوهات للحاجات اللي هما وصلوا لها في التقرير بتاعهم ده وبالتالي هما بيوضحوا لك نتائج البحث بتاعتهم هي ايه ممكن كمان يعملوا مقالات منشورة رقمية يعني ايه مقالات منشورة رقمية برضو زي ما قلنا بيبقى في مواقع إخبارية المواقع دي بيبقى عليها مقالات زي الأخبار والجرائد بالزبط المقالات المنشورة دي بس دي رقمية بقى على الانترنت بيبقى فيها نفس النظام التقارير دي موجودة ومنشورة بالصور والفيديوهات الخاصة بيها ممكن كمان مواقع التواصل الاجتماعي زي الفيسبوك والانستجرام وغيره المواقع بتاع التواصل الاجتماعي دي ممكن هم ينشروا التقارير بتاعهم عليها بالصور والفيديوهات اللي هم وصلوا لها ممكن كمان يعملوا مقابلات مقابلات يعني يعملوا مقابلة مثلا مع حد من الأشخاص بيعمل برنامج من البرامج على اليوتيوب أو على الانترنت ويقولوا فيها التقارير بتاعهم ونتائج البحث بتاعتهم وصلت لإيه ممكن كمان يعملوا برامج تلفزيونية أو يطلعوا على التلفزيون ويبقى برضو نوع من أنواع المقابلات وينشروا التقارير بتاعتهم لنتائج البحث بتاعهم ويقولوها قدام الناس في التلفزيون بيقولك الطريقة الأكثر شيوعا لمشاركة البيانات هي البريد الإلكتروني أكتر بقى طريقة بيشاركوا بيها البيانات مع بعض هي البريد الإلكتروني لأنهم بيبعثوا فيها التقارير مكتوب بشكل قصير ومعها كمان الملفات ذات الصلة يعني معها الصور والفيديوهات جوة الإيميل أو جوة البريد الإلكتروني يبعوط للجهة المختصة أو للشخص اللي هم عايزين يشاركوا معاه نتائج البحث بتاعتهم ويبعتوه للتقارير اللي هم عايزين يبعتوه فأكتر طريقة بيستخدمها الناس اللي بتبعت التقارير وبيعملوا التقارير زي البحثون بتوع علماء الأسار وغيرهم هي طريقة البريد الإلكتروني هي البريد الإلكتروني بيشاركوا بيه البيانات والتقارير بتاعتهم مع الأشخاص التانين اللي هم عايزين يبعث لهم المعلومات دي وكمان بيبعثوا الملفات ذات الصلة زي الصور والفيديوهات زي ما قلنا من شوية وآخر حاجة عايزي يقولهلنا هنا طبعا من الطرق الأخرى لمشاركة المعلومات محادثات الفيديو والرسائل النصية زي مثلا الواتساب ممكن الناس تبعت عليه رسائل نصية يقولوا فيها تقرير البحث بتاعهم وكمان محادثات الفيديو زي برنامج المسينجر وغيره البرامج دي بتساعد الناس توصل المعلومات ونتائج البحث بتاعتهم والتقارير بتاعتهم بشكل مبسط وبشكل أسرع عكس زي ما قلنا زمان وعكس البريد بتاع الزمان والطرق التقليدية بتاع الزمان وهنا آخر حاجة مدينا صورة للبريد الإلكتروني أو الإيميل المرسل المرسل يعني الشخص اللي بيبعت رسالة from يعني ومثلا كاتب هنا اسم شخص والمرسل إليه الشخص اللي مبعوط له to الشخص اللي استقبل البريد الإلكتروني هنا والموضوع أو subject اسم الرسالة اسم الرسالة المبعوطة هنا نتائج استطلاع رأيه مثلا أو غيره ومكتوب هنا طبعا التقرير بتاع الشخصي اللي بعت الرسالة دي وهنا كمان بعت كمان صورة لرسم بياني هي عملته يسهل عملية المقارنة بين المعلومات زي ما قلنا من شوية فبالتالي الشخص اللي يستقبل الرسالة دي يقدر يقارن المعلومات بسهولة وهيفهم المعلومات بشكل أسرع من غير ما يقرأ كلام كتير طبعا احنا كده خلصنا الدرس التامن وخلصنا معاه المحور الأول كله ان شاء الله الحلقة الجاية هنحل أسئلة كتير على المحور الأول فبالتالي نهضم المعلومات بتاعتنا بشكل كامل ونعرف الأسئلة بتيجي شكلها عامل ازاي وبتتجاوب ازاي كمان عايزك تذكر حلقة النهاردة بشكل كويس قوي ولو في حاجة وقفت قدامك وقف الفيديو ورجعه تاني واسمعها تاني المرة جاء نحل أسئلة كتير مع بعض أتمنى أن انت تكون استفادت من درس النهاردة أتمنى إلاي ألف واحد استفادوا أو ألف لايك تحت الفيديو الأهم أنك تشارك الدرس مع أصحابك علشان الكل يستفيد ما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك والمجموعة بتاعتنا كمان أنا سيب لكم اللينكس بتاعتها في الديسكريبشن أو في الوصف أسفل الفيديو وفي الختام أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته